بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة سوف نبدأ معكم رحلة تدبرية لسور القرآن العظيم طبعا المفسرون قالوا كثيرا في تفسير القرآن فلا نريد هنا أن نكرر ما قاله المفسرون يعني من أحب أن يتعلم معاني بعض الكلمات القرآنية وتفسير الآياته وأسباب نزوله وغير ذلك فكتب التفسير مليئة وفيها تكرار كبير يعني منذ أكثر من ألف سنة نجد أن آلاف المفسرين تناولوا نفس الآيات ونفس المواضيع وبنفس الطريقة وبنفس المعاني فهي مكررة كثيرا نريد أيها الأحبة أن نتأمل أشياء جديدة في هذه الصور اليوم سنبدأ الجزء الأول من هذه السلسلة بصورة محببة إلى قلبي يعني لماذا اخترت هذه الصورة طبعا لن نبدأ بشكل مرتب لأن العمر قد لا يسعفنا لننهي يعني تفسير أو تدبر القرآن كاملا ولكن حسب ما يسمح به الله عز وجل لنا يعني يمكن أن نبدأ بشكل مفرق نتأمل سورة معينة ثم ننتقل إلى سورة أخرى وهكذا فمن أحب السور طبعا القرآن كله عظيم ولكن سورة يوسف أيها الأحبة لها معاني عظيمة جدا لها معاني يعني دلالات لها إسقاطات على واقعنا كل آية فيها تمثل جزءا من واقعك أيها الإنسان هذه الصورة بسبب عظمتها بدأها الله بحروف مقطعة والحروف المقطعة أيها الأحبة هي أشياء عجزة المفسرون حتى الآن عن معرفتها ولكن نحن لنا بعض التأملات التي تؤكد أن هذه الحروف يجب أن نتعامل معها بطريقة أخرى غير حروف القرآن العادية يعني مثلا ألف لام را لا يمكن أن نعتبرها كلمة أثناء إحصائنا لكلمات السورة لأنها أولا لها طريقة لفظ خاصة يعني الألف واللام والرا نحن لا نلفظها ألرى مثلا أو ألف لام ميم لا نلفظها ألم أو ألم مثلا كاف هيا عين صاد لا نقول كهيا عص خطأ هذا فلها طريقة خاصة في اللفظ طريقة خاصة في التدبر والمعاني ولذلك هذه الحروف المقطعة لا نجد لها معنا في معاجم اللغة الشيء الذي قمت به أن هذه الحروف قمنا بعد تكراراتها في القرآن الكريم وتوزع كل حرف أين توزع أين الآيات التي توزع بها هذا الحرف مثلا من الحروف المقطعة أو المميزة وجدنا أيها الأحبة أن هناك نظام رياضي معجز والشفرة رقمية مذهلة في هذه السور وكأن هذه الحروف أو دعاها الله في القرآن العظيم لتدلك أيها الإنسان أيها المشكك أيها الملحد تدلك هذه الحروف على أن هذا القرآن محفوظ برعاية الله كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لذلك أنا عندي هنا في سورة يوسف مثلا عدد كلمات السورة ونحن نعد طبعا واو العطف كلمة أو الواو هذه كل كلمة تكتب منفصلة عما قبلها وما بعدها تعتبر كلمة عدد كلمات السورة ما عد ألف لامراء قلنا ألف لامراء ليست كلمة هي حروف خاصة سنقوم بتحليلها إن شاء الله في لقاءات قادمة عدد حروف كلمات سورة يوسف ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين هذا العدد من مضاعفات الرقم تسعة عشر يعني الله تبارك وتعالى قلنا أثناء استعراضنا لشيفرة سورة مريم أن أول رقم نزل من القرآن عليها تسعة عشر فهذا العدد له إعجاز يتعلق بهذه الحروف فلدينا سورة يوسف تتألف من ألف لامراء ومعها ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين كلمة هذا العدد يساوي تسعة عشر مضروبا في مئة وثلاثة إذن هذا التناسق نجده بشكل مذهل أيضا في سورة مريم في سورة الحواميم في سورة ياسين في سورة قاف سورة الشورى التي تبدأ بحاميم عين سين قاف وهكذا إذن الله تبارك وتعالى من أول حروف وجهك إلى وجود إعجاز عدد في هذه السورة المباركة ولكن هذا الإعجاز العددي من ورائه إعجاز يتعلق بواقعك أيها الإنسان يعني الله تبارك وتعالى قبل أن يخبرك بالقصة أخبرك أن هذا الكتاب مبين هذا أسلوب أيها الأحبة لا يستخدمه كتاب القصة الحديثة ولا قديما كتاب القصة مباشرة يبدأ بسرد المعلومات الروايات التي يريد أن يسردها الأحداث الكذا الكذا بينما القرآن لم يفعل ذلك انتبهوا قال لم يقل ألف لا مراء إذ قال يوسف لأبيه لا قال تلك آيات الكتاب المبين لماذا يريد دقيق أخي الحبيب القرآن يريد أن يرسخ في داخلك في أعماقك يرسخ أولا أن هذا الكلام كلام الله تستحضر عظمة الله وأنت تقرأ هذا الكلام ليست قصة عادية ليست أحداث تسمعها من إنسان عادي تقبل الصح والخطأ أو الصواب أو الخطأ إنما ذات تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا مباشرة رسخ في دماغك أن ما ستقرأه بعد هذه الآية هو كلام عربي مبين فكل من يدعي أن هذا القرآن فيه كلمة غير عربية فهو واهم ولم يفقه ولم يتعمق في أسرار هذه الآية تلك آيات الكتاب المبين مبين واضح لا يحتاج إلى تفسير يحتاج إلى تدبر لذلك القرآن كله ليس فيه آية تقول أفلا يفسرون القرآن لا يوجد الذي هو موجود أفلا يتدبرون القرآن القرآن لا يريد الله تعالى لا يريد مننا أن نحفظ كالببغاء العالم الإسلامي فيه ملايين الحفاظ للقرآن الكريم ومنهم من يحفظه برقم الآية والسورة وربما عدد الكلمات والحروف ولكن العالم الإسلامي أكثر تخلفا من العالم الغربي لماذا؟ لأننا تركنا أسباب التدبر تركنا أسباب العلم التي أمرنا الله بها اقرأ أول كلمة اقرأ وتركنا أسباب العدل آخر كلمة نزلت من القرآن لا يظلمون فيها عدل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ختم القرآن لا يظلمون بالعدل وبدأ بالعلم يعني عمودين يعني بدأ بالعلم وختم بالعدل فنحن للأسف فقدنا هذا وفقدنا هذا فأصبحنا في يعني مؤخرة الأمم لذلك أيها الأحبة أسلوب القرآن يأخذك إلى ترسيخ أن هذا الكلام هو كلام الله تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا طيب لماذا عربيا لماذا لم ينزل باللغة العبرية أو الفارسية أو الهندية أو الإنجليزية أو غير ذلك تجيبك الآية لعلكم تعاقلون إذن أي لغة من لغات العالم لا يمكن أن تبين لك المعنى الذي بنتيجته تكون عاقلا وتعقل تماما وتستجيب اللغة الوحيدة هي اللغة العربية لذلك أيها الأحبة من أسوأ الأخطاء التي قام بها كثير من الدعاة المعاصرون اليوم كثير من هؤلاء الدعاة المعاصرين في عصرنا يستخدمون لغة غير اللغة العربية لغة عامية ركيكة يتكلمون بلهجة مثلا بلدهم وهذا يبعد عقول الناس عن أن يعقل لأن الهدف من التدبر أن تعقل أن تثق بالله ما الفائدة أن تقرأ كل يوم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم بعد ذلك تلجأ إلى فلان وفلان وفلان في طلب الرزق وتنسى قائل هذا الكلام ما الفائدة ما الفائدة أن تقرأ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو من الذي يمسسك الله وليس مثلا فيروس أو مرض أو فلان من الناس هذا لا يستطيع إلا بأمر الله كيف تقرأ هذا الكلام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله كيف تخاف من شر المرض أو شر فلان أو شر فلان كيف تخاف أن لا ترزق كيف تخاف من المستقبل أن تجوع والله تبارك وتعالى يقول وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله إذن أنت تقرأ القرآن وتحفظ القرآن ولكن لا تعقل لماذا لأننا ابتعدنا عن اللغة العربية إذن أولا القرآن يضعك قبل القصة في مواجهة حقيقة أن هذا القرآن هو كتاب مبين واضح وأنه نازل بلغة عربية لتعقل يعني ينبغي عليك أيها الإنسان أن تتعلم وتتقن اللغة العربية للأسف 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 الشديد نحن اليوم لدينا مسلمون كثر ولكن بعيدون عن لغة القرآن لذلك نجد هذه هذه الأوبئة وهذا البلاء وهذا التخلف سببه ابتعادنا عن القرآن وعن لغة القرآن الآن هنا ستبدأ القصة نحن نقص عليك أحسن القصص الحقيقة هذا أسلوب نفسي معجز أيها الأحبة هل تعلمون ما هو أنت عندما ترجع إلى البيت وتقول تقول مثلا مثلا الوزير الفلان أو الرئيس الفلان أو الأمير الفلان كلمني وقال لي سأحكي لك قصة مثلا ربما تجلس سنوات وأنت تحكي هذه الحادثة أنه كلمك شخصيا هنا الخطاب للنبي ولكل مؤمن يعني أنا عندما أسمع كلام الله يقول نحن نقص عليك عليك تعني النبي وفيها معنى أن الخطاب موجه لي أنا شخصيا وموجه لك أيها القارئ كأن الله يخاطبك مباشرة يقول لك تصور معي تخيل هكذا للحظة أن الله يتحدث معك يكلمك ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن هذا القرآن هو وحي للنبي ولكنه أيضا منزل إلينا أيضا يعني الله نزل القرآن على النبي وأنزله علينا أيضا يعني أنا لدي آية هنا في القرآن سأقرأ عليكم فقط لنتدبر يعني هذه المعاني العظيمة معاني عظيمة أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول عندما طلبوا معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون يعني ألم يكفك أيها الإنسان أيها المشكك أيها الملحد أيها الإنسان حتى المسلم الخطاب للمسلمين أولم يكفك أن الله أنزل هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب في كثير من الآيات خاطب النبي ولكن في الحقيقة هو خطاب لكل مؤمن وراء هذا النبي يعني وإلا لماذا نقول قل هو الله أحد هنا الخطاب ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان فقط للنبي لماذا نكرر نفس الكلام نقول قل هو الله أحد كأن الله يخاطب كل إنسان لذلك قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل هنا قل أو فقل كذا قال فإني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الخطاب أيها الأحبة في القرآن يتميز بخطاب مباشر باتجاه الإنسان وهذا فيه إكرام لك أيها الإنسان ولقد كرمنا بني آدم فمن إكرام الله لك أنه يشعرك أنه يخاطبك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك ثم هذه الآية تدل على نبوة النبي تعلمون لماذا أيها الأحبة لا يوجد إنسان لا يوجد مؤلف في العالم كله الآن في العالم كله يخاطب نفسه وينسب لنفسه الغفلة لا يوجد أعطوني مؤلف واحد في مليارات الكتب يدعي أنه كان غافلا ثم بدأ ب إعطاء معلومات لا يعلمها أحد يعني هذه من أنباء الغيب سماها القرآن أنباء الغيب ف لو كان النبي هو قائل هذا القرآن لماذا يقول وإن كنت من قبله لمن الغافلين ينبغي أن يقول هذا أنا سآتيكم بمعلومات لا تعلمونها آتيكم بمعلومات لا أحد يعلمها يدعي التفوق يدعي العبقرية أما ينسب لنفسه أنه أمي وأنه الله هو الذي علمه وأنه لم يأتي بحرف من عنده وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم كل هذه الآيات إذا جمعتها تجد أن فيها دليل واضح على أن منزل هذا القرآن هو الله أيها الأحبة وليس محمد عليه الصلاة والسلام نحن 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 نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذن أحسن قصة يمكن أن تسمعها أيها الإنسان هي قصة سيدنا يوسف لأن النهايات كلها سعيدة يعني سيدنا يوسف ألقي في الجب وهناك محاولة كانت لقتله ثم عدلوا عن الخطة فألقوه في الجب ثم تعرض للسجن تعرض للفتنة من الممكن أن يهلك بأي لحظة ليس له من يحميه وهو في ظلام الجب انتهى انتهى وضع سيدنا يوسف بالملك أنه أصبح ملكا حتى إخوته أيضا تآمروا عليه ويعني فعلوا الكثير ولكن في النتيجة غفر الله لهم واعترف بذنبهم يعني النهايات كلها السعيدة لذلك ليس فيها هلاك ليس فيها عذاب حتى سيدنا يوسف بعد أن فقد البصر وكذا وكذا عاد فارتد بصيرا فالنهايات كلها السعيدة لذلك سماها الله أحسن القصص أيها الأحبة لا أريد أن أطيل عليكم سنستكمل إن شاء الله في لقاء قادم هذه الرحلة التدبرية ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا هذا القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته